اشتركوا في القناة نقوم بعملية اختيار الانسترومنت حسب فكرة التوزيع اللي حاب بينها الخطوة الثانية برضو نجي هنا نفعل المخارج يعني ممكن نتفاعل المخارج اللي تحب لانك راح تستفيد منها في عدد الآلات برضو نجي هنا نختار المخارج بالطريقة هذه ونجي نفتح المدي على حسب عدد اللي موجود عندنا طبعا الماستر يعتبر الأول هذا رقم واحد فنحتاج إلى ثلاثة مدي برضو من الخطوات الجميلة برضو ان تعمل نقل للأسام برضو نجي هنا للمدي لالخانة هذه ونتأكد ان الخطوات الجميلة برضو نجي هنا للمدي لالخانة هذه ونتأكد المخارج المخارج متطابقة المدي كنسترومنت بالخيارات المخصصة هذه لقسم الانسترومنت لالتراك نفسه طبعا الفرق بين المدي والانسترومنت ان المدي هي الداتا الخفيفة اللي تعمل عليها تطبيقات مباشرة على مادة المدي داتا لكن هذه الانسترومنت اللي هي مطابقة او مشابهة للأوديو او الويف اللي نعمل عليها تطبيقاتنا الخارجية كميكسينج خارجي في هذه خانة الـ المدي ونفس الوقت الخطوة الثانية برضو اكيد حفاظا على الانسترومنتات ممكن انك انت تحتفظ بهذه الـ الانسترومنتات تابعك لو حاب تستخدمها مثلا في مشروع ثاني فتجي هنا تعمل سيف مثلا وتعمل لك ملفك الخاص فراح اجي لعلي انسترومنت واحفظ انسترومنت طبعا المسميات انا ما راح اعتني فيها الان لان كلها خاصة بك انت كمستخدم بالطريقة هذه لو الان كانت عندي الهاليون فاضي بالطريقة هذا خالي فممكن اجي له هنا واشوف خيار علي داشوان والشكل هذا انا حصلت على الانسترومنت اللي احب برضو في طريقة انك حاب تستخرج الانسترومنت هذي في ملفك الخاص بك خارج البرنامج وملفات البرنامج عشان ممكن انك تستخدمها في جهاز اخر او في استيديو اخر تيجي هنا وتعمل right click تعمل import export تعمل export وبرضو تعمل ملفك الخاص وتستخرج الانسترومنت طبعا الحالة هذي في حالة خيارات الكثيرة يعني ممكن تيجي انت هنا الانسترومنت وتعمل تغييرات كبيرة على الانسترومنت من خلال هذه الخيارات من خلال هذه الخيارات المعقدة فتحب تحتفظ فيها علشان لا تخسرها لكن في ملفات خارجية كستوريج فهذه الطريقة الانسب كثير مننا ممكن يعمل فورمات للجهاز تبعه فيلاحظ ان كثير من الاشياء خسرها والسبب ان جميعها كانت محفوظة في ملفات البرنامج فدائما النصيحتي الافضل انها تكون خارج البرنامج خصوصا لما تكون اشياء خاصة فيك انت بتغييراتك الذاتية ايضا من الامور الجميلة انك ممكن تعدل على الشكل طبعا هذا الشكل الديفولت حق الهاليون 5 ممكن تيجي هنا وتختار من الاشكال هذي الشي اللي ممكن تناسب معك لو كان مثلا الشاشة عندك حجمها صغير وتبقى يتوفر مساحة طبعا ممكن تختار من هنا اه اه خيارات هذي بالطريقة مثل ما احنا شايفين ونرجع موضوع الديفولت جميل جميل في الموضوع انك انت ممكن اه تقوم بخياراتك الخاصة وتعمل لها سيف سكرين سيت فراح اه برضو اتحافظ على هذه الخيارات وممكن في هذه اللحظة ترجع اليها برضو بعض الاصوات اه ممكن اه تستخرج السامبلز اليها اه طبعا ممكن مننا كثير يحاب يستخدم السامبل في برامج او انترفيسات مختلفة مثل الكونتاكت او اي اه استومنت يدعم الصيغة الي هو راح يخرجها لها ممكن تيجي هنا وتعمل right click لاحظ هنا export program as vst preset with sample فبالطريقة هذه احنا سابقا حفظنا ال preset فقط ال preset راح يكون الملف جدا صغير لكن هنا راح يستخرجها مع ال sample اي اه اصوات ال waves الى هنا نكون وصلنا الى نهاية مقطعنا وان شاء الله اه نلقاكم في المقطع اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة